تعمى حضرتك لبعض القوانين المطور العقاري تمام ايه اهميته وبس عستسمى حركة الاول تدينا فكرة عنه ايه اهميته الاول بعد اذن حضرتك اهميته ان هي مهنة المطور العقاري النهاردة مهنة في منتهى الاهمية زي ما بيتكلم السيد الفضل المشاهد الكريم مجد به قال ان في صاحب المشروع كان عنده مخالفات ويجات لجنة تقول للمخالفات دي هنلاقي سواء لقيت مخالفات ما لقيتش مخالفات هنا هو الشركة اللي الحريب بيتكلم عليها هي شركة احد الشركات التطوير العقاري مفيش في الدنيا فاندم مهنة الى ان تنظم بقانونتو عشان اوصل النهاردة هيك مهنة ممارسة الطبية قانون المحاملية قانون الاعلامين اللي هم قانون وهكذا فيبقى النهاردة المهنة الوحيدة المقاولين اللي هم التحاد ما قولين لهم قانون ومهنة محترمة والتحاد محترم يبقى لازم اوصل نفس الشيء حدثك مع النهضة العمرانية اللي احنا بنشوفها النهاردة. لازم اوصل ان انا احط المطاول العقاري يبقى له قانون ويبقى له تصنيف ويبقى الفه به وهكزا. اعرف اقدر اقول ان النهاردة ده هو راجل يقدر يبني مبنى اه لحد كم دور. اه مش يبنيه علشان هو اللي بيبنيه. يبنيه علشان يقدر ان هو يتعامل معاه يتعامل بحرفية مع المشتري. مه. يبقى زو صمعة معينة. مه. اوصل النهاردة حقيقة لما هيبقى فيه قانون المطاول العقاري هقدر اقول ان امنى عنه المخالفات. اه. اه. ان هيبقى هنا هون برضو وقتها ان انا بقول له اديني اه قيدك فيه المطاول العقاري. لو حصل ان هو ليتعليه مخالفة يبتدي ياخد عندي انا نقط يبقى بيها بالماينس. ابتدي اقول له لا انا مش هدي لك المقافة على ربصة المبنى في حتة الفلانية. اه. او المبنى بالمساحة الفلانية. وهكزا. يبتدي بقى فيه تعامل. اه. الحقيقة جمعية فيه مجلس اه العقاري المصري. وفيه الجزء التابع لغرفة الصناعة. اه. عاملين اجتماعات في المرحلة الجاية. كان علي وزير الاسكان قبل ما يتولى ده. اه. يتولى رئيسة الوزراء. عقد اجتماع معهم. اه. اوصى بانه هو يتم عقد هذه الاجتماعات لعمل تفعيل قانون خاص بهذه المهنة. الحساسة جدا. واللي هي مهنة الحقيقة اه بمليارات. بمليارات سواء في المهنة هي نفسها او المهنة الاخرى الطبيعة لها. اه. اي ابرز العقبات اللي ممكن تتخيل حضرتك انها في الشارع ممكن تواجه تطبيق هذا القانون. المخالفات. اني اجي النهاردة حد مسلا. طب ما احنا قولنا حيبقى فيه قانون يتطبق. لا مخالفات المخالفات المستثمر العقاري. عشان اجي النهاردة برضو حكمه برضو هي موضوع حساس قوي. عشان اجي اقول لناسة النهاردة مسلا واحد ورس عقار من والده او من بيته او في عقار موروث. عاوز يهد الفيل اللي كان فيها. اصلا انظرين سواء عقار اربع خمسة دوار ويطلع بعمارة. هيلي هو انا لازم اجيب مستثمر عقاري. هنا بقى هنبتدي هي دي المواقمة اللي احنا بنتكلم فيها. مساحة الارض تبقى بايه? علشان اقدر اقول لا ده لازم مطاور عقاري. اه اه المكان فين? يبقى برضو احد المحددات. هيبقى في ليها محددات. هل بقى هيتم تجاوز? لا. المفروض بقى مايتمش تجاوز انه مش همنح الرخصة. الا. اه. للمطاور العقاري اللي موجود. واستفاء الشروط كلها. واستفاء الشروط كلها. طيب هاخد بعض الاتصالات ورجع بقى مع حضراتنا.